تين هاج ينفعل على رولاندو في مواجهة فايك نو كشف الصحيفة ديلي إكس بريس البريطانية إن عدسات الكاميرات رصدت خلافا حادا بين النجم البرتغالي كريستيان رولاندو لعب مانشستر يونايتد ومدربه تين هاج خلال مباراة الفريق الودية أمام رايو في كانو وأوضحت الصحيفة إن تين هاج كان يعطي تعليمات لرولاندو بطريقة منفعلة وهو الأمر الذي أزعج النجم البرتغالي حيث ظهر وهو يدافع عن نفسه ويتذمر من كلام مدربه وأضاف التقرير كان واضحا على كريستيان رولاندو إنه غير سعيد من كلام إيريك تين هاج وكان يحرك كتفيه ويده كإشارة على تذمره وشارك رولاندو في المباراة التي تعدى فيها مانشستر يونايتد ولم يظهر بمستوى المطوبة خلال الشوط الأول وتم استبداله بعد ذلك من قبل المدرب الهولندي إيريك تين هاج بسبب عدم جهازية اللاعب على الصعيد البدني